إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شروع أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشد وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يذي الساعة بشيرا ونذيرا دعين إليه بإذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وهو على ذلك حتى أتاه الموت صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى ربه على محجة بيضاء وطريق قويم وصراط مستقيم فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فادعوه بها الذي نتحدث فيه عن أسماء الملك عن أسماء الله عن أسماء الرحمن الرحيم جل في علا وفي هذه الحلقة نتحدث عن اسم من أسماء الله عظيم ووقعه في النفوس جميل وكل أسماء الله حسنى وكلها جميلة بهية إنه اسم الله تعالى الرفيق هذا الاسم لم يأتي ذكره في القرآن الحكيم وإن كان جاء ما يدل على معناه كالحليم والرؤوف والرحيم والرحمن فكل هذه الأسماء العظيمة الجليلة تدل على معناه هذا الاسم في كتاب الله عز وجل لكنه لم يأتي على وجه النص والذكر في كتابه جل في علا وقد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الخبر عنه فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه في الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق هذا الحديث في البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ثم بين فضل الرفق وعظيم الأجر المترتب عليه فقال ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره أي من الثواب والأجر يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه فما معنى هذا الاسم؟ ما معنى اسم الله الرفيق؟ على القاعدة الجارية في كل أسماء الله تعالى كل ما أردت أن تعرف معنا من أسماء الله تعالى فانظر إلى المعنى اللغوي أولا لأن هذه الأسماء باللغة العربية والقرآن نزل بلسان عربي مبين ولا يمكن أن يفهم القرآن من لا يعرف لسان العرب ولذلك من الضرورات لمن أراد أن يفهم معاني الأسماء أن يدرك معاني كلام العرب إن الرفيق في كلام العرب يدل على صاحب الأنات الذي لا يعجل والذي يتأنى في أموره وشؤونه وذاك أن الرفيق عنده من الثقة والتمكن ما يجعله يبلغ غايته ومقصوده على وجه لا حنف فيه على وجه لا عجلة فيه على وجه لا مسارعة فيه هذا معنى الرفيق في اللغة إذن معنى الرفيق في اللغة هو من الرفق والرفق عدم المعاجلة الأنات التدرج الصبر في إدراك المقاصد اللطف والليونة في إدراك الغاية والمطلوب هكذا معنى هذا الاسم في كلام العرب وأما معنىه في ما يتعلق بحق الله تعالى فهو لا يختلف عن هذا المعنى فالله تعالى رفيق في كل شأنه جل في علاه في كل أموره سبحانه وبحمده ولهذا الرفق صفة من صفات ذاته جل في علاه وهو صفة في حكمه وشرعه وهو صفة في خلقه فما من شيء إلا وتلمح الرفق فيه من شؤون ربنا جل في علاه سخر الله تعالى السماوات والأرض وهذا من رفقه بعباده سبحانه وبحمده قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لا آيات لقوم يتفكرون وهذا من رفقه جل في علاه أن هذا الكون بسمائه وأرضه وبره وبحره وهوائه وقراره سخره الله تعالى لي ولك فهو أزخر لنا جميعا وننظر إلى آية من آيات الله لتنظر رفقه هذا الطعام الذي نأكله من الذي خلقه إنه الله خلقه على نحو تحصل به منافع العباد هذا السماء هذا الماء الذي نشربه من أين جاء ومن الذي أنزله إنه الله أنزله على نحو يحصل به منافع العباد هذا الهواء الذي في الجو ما أعظم صنع الله تعالى فيه إنه يصل إلى أبداننا ونمخر فيه نشق الهواء ونتنفس منه ويصل إلى صدورنا ويصل كل نفع من هذا الهواء الداخل إلى العضو على نحو رفيق لا نشعر به هذا الدم الذي يجري في عروقنا من الذي أجره إنه الرفيق سبحانه وبحمده الذي خلق هذا الخلق على نحو تبلغ به المقاصد وتدرك به الغايات دون عناء ولا مشقة بلطف وليونة من غير معاجلة إنه الله سبحانه وبحمده إذن الله عز وجل رفيق في خلقه جل في علاه رفيق في أفعاله ولهذا كان من رفقه في أفعاله أنه عندما خلق السماوات والأرض خلق في ستة أيام وقدر فيها أقواتها وبارك فيها وخلق على نحو ينتظم به مصالح العباد وهو القادر على أن يقول للشيء كن فيكون إنما أمره إذا أرد شيئا أن يقول له كن فيكون لكنه جل في علاه رفيق يبلغ الأمور على نحو متدرج يحصل به كمال الشيء ومصالحه على وجه يعلم فيه عباده أنه الرفيق سبحانه وبحمده حتى في تشريعه على عظيم استغنائه عن عباده جل في علاه إلا أنه رفيق بهم سبحانه وبحمده فلم يكن على عجلة في ما يشرعه لعباده لسيما فيما تقتضيه الحكمة من أن يكون متدرجا الصلاة لم يفرضها الله عز وجل على عباده على النحو المعروف والمعهود من خمس صلوات إلا بعد مغور فط فترة من الزمن فرضها الله تعالى على المؤمنين والمؤمنات ثم لما فرضها فرضها خمسين صلاة وجرت تخفيف رفقا منه بعباده حتى بلغت خمس صلوات في اليوم والليلة هذه الصلوات بها يدركون مصالح الدنيا وفوز الآخرة الصلاة ليست فقط مصالحها ومنافعها في الآخرة بل يدرك الناس من مصالح الصلاة في الدنيا من شراح القلوب وبهجة النفوس وسرور الأرواح ما لا يمكن أن يدركوه بغير الصلاة ولذلك هي منحة من الله لعباده منحة أن فسح لنا المجال أن نقف بين يديه وننجيه وهو رب الأرض والسماوات سبحانه وبحمده أرأيت أو رأيتي إذا كان كبير في بلدك ملك أو رئيس أو أمير أو صاحب سلطة يسمح لك أن تأتيه في اليوم مرة واحدة لتعرض حاجاتك ولتتكلم بما شئت أليس ذلك منحة منه ويتمدح الناس هذا الرئيس أو هذا الملك أو هذا الأمير على فعله الله عز وجل فتح لنا المجال كلنا جميع خلقه أن يقبلوا عليه وأن يسمعوا وأن يناجوه جل وعلا في صلوات معهودة في أوقات جعلها مؤقتة ينبغي للعبد أن يفرح بذلك وأن يعلم رفق الله تعالى رفق الله عز وجل في تدرجه في التشريع فلم يفرض الله عز وجل بعد بعض الفرائض على نحو مستقر من أول الأمر فمثلا على سبيل التمثيل الخمر التي تعلقت بها قلوب كثير من العرب كان تحريمها مدرجا وليس حاسما من أول الأمر أول ما ذكر الله تعالى في شأن الخمر قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا فميز الله تعالى بين السكر وهو الخمر والرزق الحسن فلم يدخل الخمر في الرزق الحسن وهذا إشارة إلى أن الخمر ليست من الرزق الحسن بعد ذلك قال يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما بعد هذا وهذا استغرث ثلاث سنوات جاء قوله تعالى لا تقرب الصلاة وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون بعد هذا التدرج والتهيئة النفسية لخلع محمد الخمر والكحول من قلوب العرب جاء الحسن بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فما كان منهم إلا أن اجتنبوه وانتهوا عنه طاعة لله ورسوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة البغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون فما كان منهم إلا أن قالوا انتهينا ربنا انتهينا عندما تسأل الله تأمل واستحذر هذا الاسم فإن الله رفيق بعباده وسيبلغك مقصودك لكن قد لا يبلغك ما تريد فور سؤالك فهو الحكيم اللطيف الخبير بما يصلح عباده استحذر هذا عندما يتأخر الجواب فإن الله رفيق بك قد يعطيك ما سألت فيكون في ذلك مشقه عليك وخروج عن مصلحتك ولذلك تأمل هذا المعنى أما التعبد لله عز وجل باسمه الرفيق فإنه بإثبات هذا الاسم وبإثبات معناه والنظر إلى جلاله وبهائه وأنه سبحانه وبحمده يعطي على الرفق ما لا يعطي على سواه فارفق بنفسك وارفق بأهلك وارفق بولدك وارفق بمن حولك فإن الله رفيق يحب الرفق وهذا نموذج في حدث بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كان اليهود يدخلون عليه ويقولون السام عليك يعني الموت عليك فما كان يزيد على أن يرد عليهم صلى الله عليه وسلم وعليكم يعني عليكم ما سألتم ما دعوتم علي به فقالت عائشة عليكم السام واللعنة لما رأت تكرر ذلك منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق فدلها على أنه حتى في مقام الإساءة تحتاج إلى أن ترفق في إصلاح حالك إذا كان ذلك مما تقتضيه المصلحة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والرشاد والغنى اجعلنا من حزبك وأوليائك وفقنا إلى الرفق في القول والعمل وأعن على طاعتك وصرف عنا معصيتك إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم فادعوه بها أستودعكم الله الذي لا تضي ودعوه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا